بيبدأ الفيلم في امريكا بعد 15 سنة من انتهاء الحرب العالمية التانية بواحدة اسمها مايا وبتكون مايا قاعدة في الجنينة وبتلعب مع ابنها الصغير اللي اسمه باتريك ومايا دي بتكون لاجئة رومانية وكانت شغالة في مستشفى عسكري في اليونان ولكن الكلام ده كان ساعة الحرب واسناء ما هي كانت في المستشفى العسكرية وقت في حب دكتور امريكي بيخدم في المستشفى والدكتور ده اسمه دكتور لويس وبعد الحرب تجوزوا الاثنين ومايا تنقلت مع جوز هلويس لامريكا وعاشوا هما الاثنين مع بعض في سعادة وخلفوا ابنهم باتريك وعيشين حياتهم سواء من غير مشاكل واسناء ما مايا قاعدة تلعب مع ابنها في الجنينة بتشوف شخص شكله مألوف وبتحس ان هي شفيته قبل كده فبتقوم تمشي وراها علشان تشوفه من قريب وتحاول تتعرف عليه لكن الشخص ده بيركب عربيته وبيمشي قبل ما هي تقدر تشوفه فما بتهتمش مايا قوي وبتاخد بعضها وبتروح لجوزها لويس واللي حاليا بيكون شغال في عيادة ومايا بتساعده في ادارة امور العيادة بتاعته وتاني يوم لويس بيتفق مع مايا ان هو هيود ابنهم من المدرسة وهي تعدي عليه تجيبه بعد المدرسة فبتقرر مايا تروح للسوق تشتري شوية حاجات الاول وبعدها تعدى على ابنها في المدرسة واسناء ما هي في السوق بتشوف نفس الشخص اللي شبهت عليه وفيه احساس غريب جوا مايا بيخليها عايزة تشوف وشه فبتروح تمشي وراها مرة تانية علشان تشوفه وبتفضل مايا ترقبه وتمشي وراها لحد ما بيرجع بيته ورغم كده برضو مايا بتفضل ترقبه لحد ما اخيرا بتقدر تشوف وشه من قريب واول ما مايا بتشوف وشه وبتنصدمه وبتخاف وبيباني ان فيه ماضي بيجمحها بالشخص ده وان الشخص ده تسبب فقاذة جدير ليها وبتكون مايا متوترة وقلقانة جدا فبترجع البيت على طول ولما بترجع بتكتشف ان هي نسيت تعدى تجيب ابنها من المدرسة اصلا وان ابنها فضل في المدرسة مدة طويلة لحد ما لويس رح يجيبه وبييجي طبعا لويس وبيسأل مايا هي كانت فين وقال ليه ما رحتش تجيب ابنها من المدرسة فبيتقول له مايا ان هي كانت قاعدة مع واحدة صاحبتها والكلام اخدها ونسيت موضوع ابنها لكن لويس بيكون عارف ان هي بتجدب طبعا وان هي مخبية عليه حاجة بسبب التوتر والخف اللي بين على وشها ومع ذلك بيقرر لويس ما يضغطش عليها وبيسيبها على راحتها لحد ما تيجي تحكيله الحقيقة وبتفضل مايا متوترة وما بتعرفش تنمتوا للليل وبيكون عندها قرق مش طبيعي ولما بيجي تاني يوم بتروح مايا تستنى الشخص اللي كانت بترقبه ده قدام شغله وبنعرف ان الشخص ده اسمه توماس وبتفضل مايا مستنية لحد ما بتلاقيه خلص شغله وهيمشي خلاص وساعتها بتوقف مايا عربيتها على طول وبتمثل ان عربيتها تغطلت وبتستنى توماس يعدي وبتطلب منه المساعدة فبيحاول توماس يساعدها ولكن فجأة وبدون مقدمات بتطلع شكوش وبتضربه بيه وبتفقده الوعي وبتحط في شنطة عربيتها وبتجيب حبله بتربط ايديه ورجليه وبتسيبه في الشنطة وبعدها بتاخده لمكان بعيده ومعزول والمفاجأة ان هي بتكون عاملة حفرة في المكان ده علشان تقتل توماس ده وتدفنه فيها وبالفعل بتفتح شنطة العربية وبتنزل توماس في الحفرة وبتطلع مسدس علشان تقتله لكن توماس بيفضل يترجعها وبيقولها ان هو عنده اسرة واطفال وان هو ما عملهاش اي حاجة وان هو كان بيحاول يساعدها مش اكتر وما يستحقش كده فبتضعف هنا مايا ومش بتقدر تقتله وبتقرر ان هي تروح تحكي للويس جزها على كل حاجة وتطلب مساعدته فبترجع مايا للبيت وهي سايبة توماس في شنطة العربية وبتره تقعد مع لويس على انفراد وبتبدأ مايا تحكي له كل حاجة من البداية وبتعترف له مايا انه وقت الحرب رومانيا سلمت عدد كبير من شعبها للمعسكرات النازية الالمانية وهي اختها كانوا من ضمن الناس اللي تسلموا للمعسكرات دي وطبعا في المعسكرات دي حصل لهم حاجات فزيعة محدش يقدر يتخيلها لحد ما القوات الروسية وصلت واشتبكوا مع النازيين وساعتها الفوضى ومالة المكان ومايا اختها ومعهم مجموعة من البنات استغلوا الفوضى دي وهربوا من المعسكرات وكانوا راجعين لوطنهم لكنهم في الطريق في مجموعة جنود نازيين هجموا عليهم وقتلوا عدد كبير منهم واختصبوا وعزبوا الباقي ومايا تعرضت للاختصاب والتعذيب واختها تقتلت على ايد الجنود دول وان هي من ساعتها مش قادرة تتخطى الليلة دي وحصلت لها مشاكل نفسية كتير وكل يوم بتعاني وبتتعذب في حياتها بسبب الليلة دي وكانت دايما بتحاول تتخطى اللي حصل ده على قد ما تقدر وبتحاول تركز في حياتها وكانت مخبية عن لويس علشان علاقتها بيه ما تتأثرش بسبب ماضيها المؤلم ده وحياتها كانت بدأت تتحسن مع جوزها وابنها لحد ما قابل الجند من الجنود دول واللي هو توماس وبتعترف له ان هي خطفت الجند توماس ده وحطاه في صندوق عربيتها وان هي حاولت تقتله لكن ما قدرتش فبينصدم لويس طبعا وما بيكونش مصدق اللي بيسمعه وبيعتقد ان هي تجننت وبيروح يبوص في شنطة العربية وبيتأكد ان كلامها صح وساعتها بيتصدم اكتر وما بيكونش عارف يعمل ايه فبيقول لها لويس ان لو هي متأكدة ان توماس ده كان من ضمن الجنود في الليلة دي هياخده القسم الشرطة وهيقدمه بلغ ضده لكن ما هي بترفضه بتقوله ان الشرطة مش هتقدر تاخد اي اجراء ضد توماس وكمان ممكن يوجهه تهم لها هي وهيحبسوها علشان هي اخد طفطه وحاولت تقتله كمان وبتطلب منه يدخل توماس لسرداب البيت علشان ما يعملش صوت في العربية وحد من الجران يسمعه وبتتفق معاي سبوه في السرداب لحد ما يلاقه حل في المصيبة دي فبيضطر لويس انه يسمع كلامها وبيروح ياخد توماس من شنطة العربية وبيحطه في السرداب وبيربطه كويس ولما بيفوق توماس بتروح مايا تتكلم معاه وبتواجهه باللي هو عمله فيها هو الجنود زميله لكن توماس بيقولها ان هو سويسري اصلا وكان عايش في سويسرة الحياته وعمره مع حارب ولا راح الحرب حتى وان هو لسه منتقل مع عصرته للمدينة واكيد هي بتشبه عليه مش اكتر وفاكرة ان هو الشخص التاني اللي اختصبها لكن مايا مش بتصدقه وبتفضل مصممة ان هو كان جندي من الجنود النازيين وان هو من ضمن الجنود اللي اعتدوا عليها فبيحاول لويس يهديها وبيقرر ياخدها ويطلعوا يناموا والصبح يبقى يشوفوا حل المشكلة دي وبياخدها وبيطلعوا فعلا وبيسيبوا توماس مربوط في السرداب وبيجي الليلة وبتروح مايا في النوم وبيقرر لويس ينزل يشوف توماس وساعتها بيطلب توماس منه ان هو يفكه علشان يدخل الحمام فبيفك لويس رجليه وفي اللحظة دي بيستغل توماس الوضع وبيضرب لويس وبيحاول يهرب وبيخرج توماس من السرداب وبيرح يفتح باب الشقة ويهرب لكن في اخر لحظة بيتدخل لويس وبيضربه وبيفقد الوعي وبياخدوا لويس وبيرجعوا للسرداب وبيربطوا تاني ولما بيفوق توماس بيفضل يقول لمايا ولويس ان مش هو الشخص اللي يقصدوه فبيبدأ لويس يشك ان هو ممكن يكون معا حق وان الامور اختلطت على مايا مش اكتر لكن مش بيرضى لويس يضغط على مايا اكتر ما هي مدغوطة وبيرفض يتكلم معها في اي حاجة في الجو المتوتر ده وبيجي تاني يوم وبيروح لويس يدار في ملفات الاشخاص المستجدين في المدينة علشان يتأكد من صحة كلام توماس وبيلاقي ملف توماس وبيكتشف ان هو اتولد في سويسرا فعلا واتنقل هو واصرته للمدينة دي من فترة صغيرة فبيستغرب لويس وما بيكونش فاهم اي حاجة ومش عارف ازاي مايا متأكدة بالشكل ده ان توماس واحد من الجنود وبيشك لويس ان كل ده ممكن يكون مجرد توهم من مايا لان هي بتمر بفترة نفسية صعبة فعلا فبيتصل بدكتور نفسي صاحبه وبيحكيله على كل اللي حصل وبيستشيره فبيقول الدكتور ان الحالات اللي بتمر بصدمة نفسية ممكن يفتكروا ادق التفاصيل وما ينسوش ابدا وش الشخص اللي سبب لهم الصدمة وبرضه ممكن يحصل تشاوه عندهم في الزاكرة بسبب الصدمة وتبقى الامور مختلطة عليهم بشكل كبير وفي الحالات اللي زي مايا مستحيل يقطع الشك باليقين فمش بيستفاد لويس من الدكتور ده باي معلومة جديدة وفي نفس الوقت ده مايا بتكون عملة تعزب توماس وتضربه وده علشان تخليه اعتارف انه هو كان من ضمن الجنود اللي اعتادوا عليها وقتل اختها فبيحاول توماس يقنعها ان هو عمره ما شافها قبل كده اصلا وبرضه مش هو الشخص اللي هي تقصده لكنها بتكون مصممة جدا وبتفضل تعزبه لحد ما بيرجع لويس للبيت ولما بيعرف لويس باللي حصل في غيابه بيتعصب على مايا وبيتخاني معاها وبيقول لها ما تتصرفش من دمخة تاني وما تعملش اي تصرف غير لما ترجع له لانه هم مش نقصين مصايب وبيشدد عليها ما تدخلش السرداب لما هو ما يكونش موجود في البيت وبيسيبها لويس وبينزل يتكلم مع توماس في السرداب على انفراد وبيفضل لويس ياخد منه معلومات وحاجات تثبت ان توماس كان في السويسرة وقت الحرب وفي نفس الوقت ده بتتفاجئ مايا ان فيه زابط شرطة بيخبط عليها ومع واحدة ست فبتفتح لهم الباب وبيوضح لها الزابط ان فيه شخص اسمه توماس مفقود من الليلة اللي فاتت وان الست اللي معادي تبقى مراد توماس واسمها ريتشيل وان هم بيلفوا على كل البيوت وبيسألوهم لو يعرفوا اي معلومة عن اختفاء توماس وبعد كده هيبقوا يبدأوا تحقيق رسمي في اختفاءه وطبعا مايا بتقولهم ان هي ما تعرفش اي حاجة عن توماس ولو شافت او عرفت اي معلومة عنه هتبلغهم فورا ولما بيخرج لويس من السرداب بيتفاجئ بالزابط اللي موجود في بيته ففي الاول بيتصدم وبيخاف ولكن لما بيفهم اللي بيحصل بيفضل يمثل هو مايا وبيعملوا ان هم متعاونين مع الشرطة ولما الزابط وريتشيل بيمشوا من البيت بيقول لويس لميا ان هم دلوقت في خطر وممكن يتقبض عليهم في اي لحظة ولازم يشوفوا حل للكارسة اللي هم فيها دي في اسرع وقت وتاني اليوم بتروح مايا لبيت ريتشيل وبتتعرف عليها وبتحاول تتقرب منها وتقضي وقت معها علشان توصل لاي دليل يدين توماس وبالفعل بتقضي اليوم كله مع ريتشيل وبيفضلوا يتكلموا سوا وكل كلام ريتشيل بيأكد قصة توماس وان توماس وريتشيل اتقابلوا في سويسرا وكانوا عايشين حياتهم كلها في سويسرا ولسه منتقلين جديد للمدينة ورغم ان قصة ريتشيل نفس القصة اللي توماس قالها ليهم لكن مايا مش بتصدقوا برضو وبتكون لسه مصرة ان توماس ورا كل اللي حصل لها هي اختها وبييجي الليلة وبترجع مايا للبيت وبتحكي للويس على اللي حصل وبعدها بتسأله مايا لو هو ازعلان منها علشان كل اللي حصل فبيقول لها توماس ان هو ازعلان منها علشان كانت مخبية عليه كل ده من البداية وبيطمنها ان لو هي كانت جات قلت له وكان هيفضل جنبها برضو وهيحاول يرجع لها حقاب اي شكل فبتعتذر له مايا وبتوعده ان هي هتبقى صريحة معها بعد كده وبيبان ان هما الاتنين بيحبوا بعض فعلا ومش متجوزين وخلاص وفي نفس الوقت ده بيكون توماس في السرداب وبيحاول يوصل للمسدس اللي مايا صايبة في السرداب وتاني يوم بتروح مايا لبيت ريتشيل وبتقعد معها مرة تانية والمرة دي بتلاحظ مايا ان ريتشيل لابس خاتم عليه علامة اليهود والخواتن دي النازيين كانوا بيسرقوها من اليهود في المعسكرات فبتستنتج مايا ان توماس سرق الخاتم ده لما كان في معسكرات النازيين والده دية لمراته وعلشان تتاكد من استنتاجها بتقرر ترجع البيت وتشوف توماس لابس خاتم زي ده ولا لا ولما بترجع مايا للبيت بتروح نحي توماس وبتلاقي مسك المسدس بتاعها وبيضرب عليها نار والحزن حظها مفيش اي طلقة بتيجي فيها لحد ما بتخلص خزنة المسدس فبتتعصب مايا وبتروح تاخد منه المسدس وبتحاول تشوفه لابس خاتم عليه علامة اليهود ولا لا ولما بيحاولي منها وما بيكونش عايز يوريها الخاتم بتتعصب عليه اكتر وبتقطع صباعه علشان تاخد الخاتم وتشوفه وبتلاقي علامة اليهود على الخاتم وبتتاكد من شكوكها وبتروح تقولي اللي عرفته ده لويس لكن لويس لما بيعرف اللي هي عملته وبان هي قطعت صباع توماس بيتعصب عليها وبيضربها لانه هو حزرها ما تعملش اي تصرف غير لما ترجع له وكانت ممكن باللي عملته ده تقتل توماس اصلا لانها كانت متعصبة ومش فوعيها فبيرح لويس لتومس وبيحاول يوقف النزيف اللي في ايده ويعالجه وبيجي الليل وبيرح لويس يعتزر لمية على ضربه لها وبيصالحها وبيقولها ان هم لازم يحطوا نهاية للي بيحصل ده وإلا الامور هتخرج عن السيطرة وبيقول لها لويس انه هو سأل اشخاص في سويسرا عن توماس وكلهم اكدوا قصته واثبتوا انه هو كان فعلا وقت الحرب موجود هناك وانه هو اتصل بالدكتور نفسي وقال له انه ممكن تكون الامر اختلطت عليها بالسبب الصدمة اللي تعرضت لها وبيطلب لويس منها يحرره توماس ويحاول يرجعه لحياتهم الطبعية علشان خطرهم وعلشان خطر ابنهم لكن مايا بترفض وبتقوله ان هي مش هتسيب توماس غير لما يعترف انه هو اللي عمل فيها كده هي اختها فبيسألها لويس هي ليه عايزة يعترف طالما هي متأكدة ان هو اللي عمل كده فبتقوله ان هي عايزة يعترف علشان تثبت له ان هي مش مجنونة ومش مريضة وان هي الضحية مش المجرمة في القصة دي فبيقول لها توماس انه هو مصدق كلامها من غير اي اعترافات لكن هي برضو بتفضل مصممة على قرارها وبتطلب مايا منه يصق فيها ويسيبها وهي هتتصرف وهتثبت له ان دي الحقيقة وتاني يوم مايا ولويس بياخدوا توماس لمكان معزول وبتطلع مايا مسدس وبتوجهه على توماس وبتقوله لو اعترف بالحقيقة هتسيبه يمشي ويرجع لمراته ريتشيل والاطفاله لكن لو فضل يجدب هتقتله وهتدفنه مكانه وما حدش هيقدر يوصله ومراته اولاده هم اكتر ناس هيتضرروا بموته وبتدي له مايا فرصة يفكر قبل ما يجاود وفي النهاية بيضطر توماس يعترف لها بالحقيقة وبيقول لها ان هو كان مع الجنود في الليلة دي وان هو زميل اعتدوا على الستات وعزبوهم ولما خلصوا ضربوا عليهم كلهم النار وقتلوهم وان هي فقدت وعيها بعد ما تعرضت للاختصاب فاعتقدوا ان هي كمان ماتت ومحتاجوش اضربوها بالنار وستيبوا جسس الستات كلها ومشي بسرعة لان كانت في قوات روسية جاية للمكان ده وعلشان كده هي الوحيدة اللي ناجت في الحادثة دي واختها وكل الستات اللي كانوا معاها ماتوا وبيعترف لها توماس ان الحادثة دي اثرت فيه زي ما اثرت فيها وان هو كان كل لما يبص لنفسه في المراية بيشوف شخص قاتل ومتوحش وكان حاسس بالزنب وندمان جدا لدرجة ان هو ما كانش بيعرف ينام وان هو كان بيحاول يتقطر حادثة دي وينساها اكتر من مرة وساب الجيش النازل وراح لسويسرة وقرر يبدأ حياة جديدة هناك لكن في النهاية القدر جمعوا بيها بعد كل السنين دي وهم الاتنين اضطروا يواجهوا ماضيهم ولما لويس بيتأكد ان امراته كان عندها حق من البداية وان توماس ده السبب ازا كبير لامراته وبيضرب لويس نار عليه وبيقتله ولويس ومايا بيبدأوا يدفنوا جسد توماس وبيحضنوا بعض وبيهونوا على بعض لان بتكون حالتهم صعبة بسبب اللي حصل وبعدها بيرجعوا للبيت وبيبدأوا ينظفوا السرداب وبيبدأوا يخفوا اي اثر وبيشيلوا اي حاجة ممكن تخلى الشرطة توصل لهم ومايا ولويس بيتفقوا ما يتكلموش بخصوص اللي حصل ده مع اي حد ولا كأن في حاجة حصلت وان بموت توماس كل حاجة انتهت وحقهم رجع لهم وهيحاولوا يرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعية من تاني وبالفعل بيبدأوا يتعايشوا ولويس بيروح شغله ومايا بتاخد ابنها وبتوديله المدرسة وكل حاجة بترجع لطبيعتها وبيتخطوا المحنة دي مع بعض وبيكونوا اسرة سعيدة من تاني وما بيحصلش مشاكل وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات وممكن تقترح علينا افلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات. وما تنساش تعمل لقناة وصفحة عبدالعاطفة علشان تتابع الملخصات الكوميدية ويلا سلام.